تعالي نشوف ايه ابرز الاسئلة عليش انا هقرعه مع حضرتك كده والحكومة بالفعل هي اللي عملت الهومورك ده هي اللي عملت الواجب ده اللي هو ايه بقى اي سؤال ييجي على بالك الحكومة جاوبته تعالي مثلا نشوف انا مصري مؤتمتع بالاقامة في الخارج دون افراد اسراتي هل يحق لهم الاستفادة باحكام القانون فهيبقى الاجابة لا شوف بقى يكون فرد الاسرة نفسه متمتعا بالاقامة القانونية السارية في بلد الاقامة هم مش مقيمين معاك يبقى ما ينفعش طيب هل ممكن ابيع العربية بعد ما اجيبها مصر ايوة فند تقدر تبيعها وما فيش اي حظر على بيع العربية اطلاقا ويمكن التعامل على السيارة المستوردة طبقا لاحكام القانون طيب تعالي مثلا نشوف ايه اه اه هجيب عربية مستعملة ايه شروطها بقى المستعملة اقولك هي الشروط بتاعة العربية الجديدة لكن فيه اختلاف واحد بس اللي هو ايه لازم تقدم شهادة من ادارة المرور المختصة في الدولة الاقامة حضرتك عايش مثلا في المانيا حضرتك عايش في الامارات حضرتك عايش في السعودية حضرتك عايش في امريكا حضرتك عايش في اليابان هتجيب شهادة من إدارة المرور بتاعة البلد اللي انت عايش فيها طيب إيه الشهادة دي يبقى فيها بيانات العربية وتصدق من البعثة المصرية من السفارة بتاعتنا يعني طيب أنا مصري وعايش في الخليج ينفع أجيب عربي أيها زي شاتبات عندنا بالضبط الله نور عليك عمر طيب أنا مصري عايش في الخليج ينفع أجيب عربية من أوروبا أقول لك بقى ما احنا بردو المصري نصح يقول لك إيه طيب أنا أجيبها من أوروبا فلو جبتها من أوروبا أوروبا الاتحاد الأوروبي تحديدا عندنا اسمه اتفاقية الشراكة ما بين مصر وأوروبا يبقى ده معناها أن معليهاش أي جمرك هي اتفاقية الشراكة بتقول أن العربية معليهاش أي جمرك صح بس انت عايش فين عايش في الخليج بس انت عاوز تنزلها من أوروبا شوف الحكومة هنا جاوبت لك قيت لك في حالة الرغبة في شراء السيارة من إحدى الدول الأوروبية فيتعين أن يكون شحن السيارة في هذه الحالة من دولة الإقامة يعني لو أنت في السعودية هتشحنها من السعودية وليس من الدولة الأوروبية مباشرة طيب فاهمي هنا بقى إيه؟ كده مش هتتطبق على كتابية الشراكة المصرية الأوروبية فأنت كده هتحط الوديعة المصرفية دي أو الوديعة البنكية دي هتحطها كل حاجة بالجمر كحلوة لكن لو أنت عايش في ألمانيا هتها من ألمانيا عادي عايش في فرنسا أهلا أسبانيا وسهلا إيطاليا يا مرحبة ماشي؟ طيب مش قراش تبغيك أو يعني هقولك ليه بقى؟ دي الحاجة اللي هتدايق التجار ليه بقى؟ التجار بيعملوا لعبة وريب برضو دقرم يعني يقولك بص تف السعودية طيب بص إحنا هننزل لك عربية من أوروبا على اسمك وهنشوف لك الرسوم بتاعتها إيه ونحطها بس ملكش فيه بقى إحنا هنخدها وننزلها وهنبيعها فالتاجر هيشغل دماغه عليك وعالدولة بسمه كلامي يعني انت عاوز تبقى تاجر أنصح من الدولة ما تجيش كل سنة وانت طيب حمد الله على السلام طيب تعالى مثلا نشوف إيه؟ هل سأطالب بسداد أي مبالغ أخرى لدى إتمام إجراءات الإفراج الجمركي عن السيارة في مصر؟ الإجابة لن تتم مطالبتك بسداد أي مبالغ تحت مسمى ضرائب أو رسوم حتى تمام الإفراج عن السيارة نهائيا من ميناء الوصول يطلع بقى بس يا الميناء دا في العين السخنة يطلع ميناء دا السويس يطلع العين الميناء دا برسعية يطلع ميناء دا سكندرية زي ما يطلع من الوارد خد بالك بقى من الجملة دي من الوارد تحصيل مبالغ أخرى بين قصين بسيطة وبالجنيه المصري كمقابل خدمات عن بعض إجراءات المعاينة أو الفحص أو المطابقة الروتينية يعني معاينة وفحص عن ايه؟ يعني احنا بنتأكد انه هذه السيارة مطابقة للمواصفات طيب هل ممكن يبقى في حاجة تؤدي إلى رفض إصدار الموافقة الاسترادية؟ اه ايه بقى؟ لو في شك حول مصدر تدبير المبلغ النقدي المستحق كان من داخل البلاد نعم احنا لازم نفهم ايه؟ عشان برضه ما يبقاش في لعب ما يبقاش في حاجة من تحت الترابيزة اللازم منه يعني طيب إذا ثبت عدم استفاء أي شرط من الشروط المنصوص عليها بالقانون أو عدم رفع المستندات المطلوب رفعها في مرحلة التسجيل المبدائي طيب إيه البنك المفتوح في حسابي في دولة الإقامة ما بيطلعش شهادة بنكية تفيد رصيد حساب الطالب البنكي اللي يتم التحويل منه إذا كان يغطي قيمة المبلغ النقدي المستحق رد الحكومة نكتفي بتقديم كشف حساب بنكي بيبين بيه حركة الإداء والسحب عن ست شهور سبقى عن تاريخ التحويل زي اللي تبتقدمها كده لما تجي تجيب مثلا عربية بالتقسيط من مصر حاجة سهلة خالص طيب يا جماعة إيه مصير المبلغ اللي هدفعه كل دي حاجات برضو بالمناسبة هي مفيدة ليك وتقفل الباب بقى على إيه على تفاهات وسخافات وسخائم الإخوان عشان هيشتغلوك في القصة دي إيه مصير المبلغ النقدي اللي أنا قمت بتحويله لحساب وزارة المالية في البنك الأهلي لو حصل رفض الطلبي يتم اختارك على الحساب الإلكتروني بالرفض وخلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض يتم رد المبلغ المالي على نفس حسابك البنكي هترجع لك الفلوس خمسة أيام عمل يعني مثلا حد اتنين تلات اربع خميس بتحسبش جمعة وسبب طيب لو انت قدمتها يوم الخميس عد من يوم الحد برضو انسى الجمعة والسبب هل أقدر أرجع في كلامي عن استكمال إجراءات الاستيراد بعد صدور الموافقة الاستيرادية أيوة فاندم ينفع والاسترداد هيكون في الحالة دي بعد انقضاء مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية عام من تاريخ الإصدار طيب إمتى مسموح لي أستبدل العربية اللي أنا سجلتها أول مرة أي وقت استبدل العربية طالما ما عملناش إجراء التسجيل النهائي ولا إصدار رقم ACID الأسد ده ما طلعناش الرقم خلاص ما فيش مشكلة لو نظام التسجيل مسبق للشحنات طيب في حالة الاستبدال هل بتصدر لي موافقة استيرادية بمدة صلاحية سنة جديدة برضو تشغيل مخي يعني لا في حالة الاستبدال الموافقة الاستيرادية الجديدة هتستكمل ما تبقى من مدة الموافقة الأصلية طيب ينفع غير مينة الشحن آه يا فندم تقدر تغير مينة الشحن طالما إن ميناء الشحن الجديد يقع في دولة الإقامة ذاتها يعني مثلا عايزة طلعها من المينة كذا في السعودية طب أنا دلوقتي هغير لازم تغيرها المينة تانية في السعودية ما تروحش بقى تاخدها من مينة مثلا في الكويت قطر بحرين سلطنة عمان الإمارات العربية لا ما ينفعش لازم من نفس ذات الدولة طيب أنا موجود في دولة من الدول الحبيسة ليس لها مواني بحرية أعمل إيه فالإجابة لو كان باستطاعتك شحن العربية من أحد المواني البرية ما فيه مواني برية في دولة الإقامة اللي هي الدولة الحبيسة فأهلا وسهلا تقدر تشحنها من أي دولة تتمتع في علاقتها بمصر بذات المعاملة التجارية الجمركية ده مثلا طيب يجي يقول آه ده أكيد هيلعبوا عليه الإخوان عشان كده أنا هاخترهولك بقى السؤال ده بقى سمسألة كتير قوي أنا خايف من تداول بيانات حسابي في البنك وكشف الحساب الخاص اللي بيطلب مني الحكومة بتجاوب مش هيتم الإطلاع على أي بيانات بنكية خاصة بحضرتك أو فحصها إلا من خلال مختصين البنك المركزي ولن يتم تداولها مع أي جهة دخل الدولة حلو كده إيه كمان يا يوسف آه في بعض الدول فيها حظر على غير مواطنيها إنهم ما يفتحوا حساب بنك أعمل إيه؟ في هذه الحال هتحصل حضرتك على هتروح تحصل على شهادة بالمضمون ده من وزارة الخارجية في الدولة اللي أنت فيها طالما بتقول الدولة دي ما بنعملش حسابات لغير المواطنين يعني الوافدين لا فأنت هتروح لوزارة الخارجية في البلد اللي أنت فيها وبتاخد شهادة من ده أو من إحدى البعاثات اللي بتعين لإصدار هذه الشهادات وتستثنى في هذه الحالة من شرط التحويل من الحساب البنكي بذات دولة الإقامة ساعتها بتحط الفلوس من جوه جوه زي ما بتقليها بص هو فيه أسئلة كتير جدا وبالمناسبة كل ده هتلاقيه منشور على الجريدة الرسمية بالتفصيل هزيدك بقى من الشعر بيت السؤال الشهير أو الصفحة الرسمية بالمناسبة برضو بتاعة الحكومة هتلاقيها على الفيسبوك نشال لك كل حاجة هزيدك بقى من الشعر بيت اللي هو إيه؟ سؤال الأسئلة أنا هحط كام يعني افترضنا العربية تمانها كذا هحط كام بقى في حساب وزارة المالية لفي البنك الأهلي ده هتلاقي جدول جايب لك كل أنواع العربيات اللي نعرفها والله العظيم العاد تتفرج على الجدول اللبسة من دارة بقى لي مثلا بتاع نص ساعة لقيت مركاتة أنا معرفهاش حلو من أول العربيات 2019 آه نفسي كيب عربية كهرباء عمره الله نفسي أمل حياتي محلم بالموضوع بس عليها كم مقصد كتير أوه مش هقدر أجيبها ده مهم يعني الجدول بقى في العربيات من أول موديل 2019 لحد 20-23 طب آه عربيات إيه؟ آه عربيات بنزين آه عربيات هاجينة اللي هي بنزين على اسمه إيه ده؟ على كهرباء عربيات هاجينة اللي هي مطورة كهرباء أقل من 20% لأنه في عربيات هاجينة مطور الكهرباء فيها بيدي باور أو قوة أكتر من 20% طب هو جايب لك الأكتر والأقل حلو عربيات كهرباء بس الساعات اللي تريد كلها كل حاجة جايب لك بقى إيه؟ والله العربية مركتها كذا مش بس المركة طب الموديل تمام طب سنة الصنع طيب هي كهرباء ولا هاجين ولا هاجين متفوق هنسميها هاجين متفوق بش حاجة اسمها كده بس هنسميها كذلك يبقى كهرباء بنزين هاجين متطور خلاص كده طيب من 2019 لحد عشرين تلاتة وعشرين ساعات اللي تريد كل الساعات اللي تريد طيب المركة والموديل العربية كذا ما أنا مش قادر مركات ولا موديل العربية مش عارف العلامة التجارية الفلانية والعلامة الفلانية أنا هي موديل فيهم بقى دي ولا دي ولا دي ويحط لك يقول لك والله لا والعربية دي هتحط عليها المبلغ الفلاني طبعا أنا أدي لك النصيحة الخلصة لوجه الله تعالى أثبت نفسك كهرباء ليه الكهرباء معلاش غير قيمة المضافة حالو 14% 100 فل آه آه بالمناسبة تقدر تجيب عربية ألماني من النوع اللي هو الترلملم مش أعلى حاجة ألماني يعني نمرة 2-3 يعني تلعب مركز تاني وتالت يعني مش هقولك اسمها إيه كهرباء 100% 10 على 10 كل رسومها ما يكملش 7300 أظن حاجة كده والله دور لك عليها يعني دولار طبعا ما أنت بتسترجعهم بعد كده يعني هتعدي الخامس سنين وهتسترجعهم فعمليا ما دفعتش حاجة يدوب تمن العربية تكلفة الشحن بتاعتها على المركب الرسوم اللي قالت عليها الحكومة اللي هي وارد تحصيل بعض الرسوم علشان المعينة والفحص وما إلى ذلك وبالجين المصري السلام عليكم كده بالمناسبة التاجر ما يشتغلكش ليه بقى تجار الكهرباء في مصر مش كلهم تجار اللي هي عربية الكهرباء مش كلهم بس كتير منه أباطرة اشتغالات ليه بقى هو بيدي لك العربية فبيبدو سعرها حنين هي سعرها مش حنين ولا حاجة يبدو هو كسبان فيها بالميت 150 ألف جنيه في جيبه في جيبه هو دفعك تمام العربية وارسومها وشحنها وتخلصها الجمركي عند مكتب التخليص والرسوم اللي بتدفع بالمصري بتاعة الفحص والمعينة ودفعك الأرضية وكله تمام التمام وضريب له في جيبه 150 ألف جنيه على صباح الفل يعني في عربية شهيرة جدا بتدعب عليها كم شهر كده في مصر كهرباء 100% التجار بيبقوها بحوالي 850-900 حضرتك تعرف تنزلها ب 650-700 يوم ما تقطع نفسها الميزة فين بقى؟ ما بقاش فيه سوق سودة السعر بتاع المركزي هو سعر الدنيا كلها سلامه عليكم حدش يشتغلك والمسألة مش صعبة يعني برضو وزارة المالية ومصلحة الجمرك مساهلين عليك الدنيا العالم بين يديك التليفون ده عليه أبليكيشن تخش تعمل كل حاجة وتعرف جمركك وتعمل التسجيل المسبق للشحنات اللي هو الـ ACID ده وتخلص كل حاجة وميت فل و14 وتروح باشا على المينة تاخد عربيتك وتروح تروح ترخص أزيدك من الشعر بيت بقى آخر حاجة بقى آخر بيت بقى في هذا الشعر العربيات الكهرباء ترخصها في الولا حاجة أرخص من البنزين بكتير بكتير الحكومة برضو الحكومة عشان تشجع الناس تشترق هتيجي تقولي طيب هنا دلوقتي نشترك عربية كهرباء واحتس بيها بص اعرف فين الأماكن في المدينة اللي انت فيها اللي فيها نقاط الشح ناحيتي مثلا 6 أكتوبر والشيخ زايد مش عارف بص يعني محافظة القاهرة فيها كتير اسكندريق فيها كتير الاهليق فيها كتير تحديدا جوه مدينة المنصورة ماشي غير كده اسأل الأول إلا لو عندك بيت بتاعك انت تملكه يعني مش 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 شقة في العمارة فانت هتعرف تشحن في البيت ربنا يزيدك ويزيدنا والأمين اشتركوا في القناة